بالمختصر المفيد إخواني الكرام ما يجري الآن هي فقط مجرد متاجرة بهذه القرية النظام الجزائري الآن راه يدرك أنه تعرض وأنه مفضوح وأن الوعود اللي أطلقها راه ما يحقق منها حتى شيء ورى أنه يكذب فأراد أن يغطي على عورته بشيئين؟ بالثورة الجزائرية والرفع من الحديث عن الثورة والشهداء وما إلى ذلك وأيضا من محاولة إظهار العداء لفرنسا وهو غير ذلك أيضا من استعمال بعض القضايا المقدسة لدى الجزائريين مثل قضية فلسطين وأيضا من خلال محاولة ضرب والمساس وتخويل الجزائريين وهناك أمور كثيرة سيأتي الحديث عنها فالمتاجرة بهذه القضية راه قائمة على قدم الوساق أدأ المنظام أولويته أولا وقبل كل شيء خدمة بلده أنت أيها الحاكم في الجزائر إذا كان أنك تشوف انتخبك الشعب الشعب انتخبك على ماذا انتخبك معلش أن تخدمه من تحسله ظروفه بلدك غني تحقق له كل ما يريد هذه سياستك الداخلية هي أولوياتك الداخلية ثم بعد ذلك الأولوية الخارجية أن تتعامل مع القضايا مثل ما يريد الشعب وهذه تحققها المؤسسات مش تحققها من خلال فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك بل أن ذلك تخلي الشعب يختار ممثليه والقرارات التي تتخذ في قضايا خارجية عبر المؤسسات الشعبية كالبرلمان وغيره وهكذا تكون عبرت عن إرادة الشعب وخدمت الشعب إذا خدمت حقيقة وفيت بالبرنامج الانتخابات القادمة يمددوا لك الجزائرين وإذا كذبت عليهم تخرج من الباب الضيق هذا هو المنطق أما المتاجرة والتخوين والتخويف والترهيب عبر استعمال الإرهاب والاعتقالات والاعتقالات والتعذيب في السجون والاختطفات كل ذلك راهي راهي يخرب الجزائر ويؤدي بها الهلاق وأذكر كلامي جيدا أكثر ما يخدم إسرائيل وما يخدم فرنسا وما يخدم كل المشاريع المعادية للدولة الجزائرية هي الاستبدال في حق الشعب هي الإفساد في حق المال العام هو إفساد الداخل ضرب الأمن القومي وأكثر ما يخدم المشاريع العدائية والاستعمارية هو فتح كراهية بين المواطن والحاكم هي اتساع الهو بين الشعب والسلطة وأرى أنا أنه ويراهي الكثيرون أن الهو بين النظام الجزائري والشعب هو واسع كثير 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 وهذه الهو عندما تكون واسعة تتسرب منها الغزاء لكن ليس عبر الحدود بل عبر العجوب كما قال نزر قبل